طيب بداية كده إزاي نفرق ما بين الدهون الصحية والدهون غير الصحية زمان كان أهلينا بيأكلوا زبدة وسامنة وحاجات كويسة جدا وبعدها قاعد الناس تقول لنا لأ بطلوا وخدوا زيت كويس وخفيف كان لنا زيت حصل لنا مشاكل ورجعنا تاني ناكل زبدة وسامنة مين يأكل إيه وناكل أنهيزيوت ونستخدمها إزاي وهل هي مفيدة بالنسبة لنا لنا ده مدخل ممتاز جدا يعني هو المشكلة بدأت من النقطة دي فيها هو يعني من بدايات القرن التسعة عشر وكان أغلب الأمراض كانت كلها أمراض يعني ما قبل ذلك كانت أمراض مع لها علاقة بنقص التغذية الإصابات حاجة زي كده إنما بدأت تظهر الأمراض القلب الحديثة مع ظهور أطعامها وظهور يعني سلوك غذائي مختلف وصوصا يعني في أمريكا يعني ومن هنا بدأت أبحاث بيحاولوا يدوروا على أسباب زيادة أمراض القلب طبعا الأبحاث دي كلها كانت يعني رايحة في اتجاه بتتهم الدهون الطبيعية اللي هي الدهون الحيوانية والدهون المشبعة العادية يعني وتناست خالص بقى فيه أطعامها دخلت كانت زيادة في السكريات وزيادة في الزيوت اللي هي المصنعة والدراسات مشت وقتها لاتهام زيادة الحيوانية يمكن في 2014 الدراسات الحديثة أثبتت إن المشاكل كلها كانت جاية من اتجاه السكر واستخدام السكريات والنشويات والكربوهيدريت بصورة عالية جدا وزيوت المصنعة وبرأت الدهون الحيوانية من تهمة الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية يمكن دي بداية تاريخية كده مشكلة والديبيت والخلاف الدائر دايما على مين متهم في إصابة القلب والتصلب الشرايين وأمراض ضغط الدم هل الدهون الحيوانية ولا السكريات والزيوت المصنعة بكتور محمد دايما لما بنعمل تحليل الكوليسترول ويقولك عينك على الكوليسترول نازم تحافظ على مستوى معين عشان ما يتسببش فيه أمراض للقلب بشكل كبير عايزين نفرق بين الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار لأنه فيه نسبة كوليسترول النافع المفروض تبقى عالية لجسم الإنسان وتتفاوت طبعا على مستوى العمر يعني الفرق بينهم إيه وإزاي أعظم من الكوليسترول النافع وأتجنب نسبة الكوليسترول الضار طبعا الكوليسترول ده من يعني هو مكون أساسي لحاجات مهمة جدا في الجسم منها الهرمونات الكورتزون الألدستيرون بيخش في جدر الخلايا ليه حاجات ليه منافع مضادة للالتهاب فالكوليسترول نفسه هو عنصر مهم جدا لكن المشكلة فيه؟ المشكلة فيه زي ما احنا قلنا في المقدمة العوامل الداخلة أو سوء استخدام نحن لبعض الأغذية زي السكريات والمواد الملهبة والمقليات هي دي اللي بتبدأ تغير في طبيعة الكوليسترول الكوليسترول ده بيتشال على نواقل اللي هي الـ LDL اللي هو الكوليسترول اللي هو منخفض الكسافة واللي بنول عليه الضار والـ HDL اللي هو بنول عليه الكوليسترول النافع